اذا مشاهدين الكرام طبعا ومن اجندة الشارقة الى احدى الفعاليات الهامة التي تشدها امارتنا الباسمة امارة الشارقة في اطار مساعي مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي لتقديم خدمات بمعايير عالية الجودة لمجتمع الاعمال في امارة الشارقة بشكل خاص وطبعا في الدولة بشكل عام وتحت رعاية صاحب السنوش شيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عدو المجلس الاعلى للاتحاد حاكم الشارقة انطلقت فعاليات الملتقى الدولي الاول للتحكيم التجاري والاسلامي الذي ينظمه مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون مع جامعة الشارقة بمشاركة نخبة من الخبراء والمحاكمين المحليين والدوليين في المجال التجاري والاسلامي للحديث اكثر مشاهدين على الملتقى واهميته وطبعا اهم تفاصيله معنا اليوم دكتور ابراهيم علي المنصوري النائب الاكاديمي لمساعد مدير الجامعة لشؤون الفروع رئيس اللجنة التنظيمية للملتقى ومعنا ايضا الاستاذ احمد صالح الاجلة مدير مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي اهلا وسهلا بكم نبارك لكم هذا الملتقى حقيقة والمباركة لانه هو الاول ونحن دائما نتفائل بالملتقيات الاولى التي تنبثق من امارة الشارقة ابدأ بحضرتك دكتور ما هو هدف الملتقى اذا سمحت بسم الله الرحمن الرحيم في البداية نشكر قناة الشارقة الفضائية التي دائما عودتنا على تغطية فعاليات جامعة الشارقة وفعاليات امارة الشارقة حقيقة قبل ان ابدأ بالهدف من موضوع الملتقى نقدم بموضوع الاقتصاد الاسلامي نعم خلال السنوات الاخيرة الماضية اثبت الاقتصاد الاسلامي خلال ازمة المالية انه هو الرائد وهو الذي انقذ كثير من المشكلات الاقتصادية على مستوى العالم وبالتالي بدأت الدول بانواعها سواء كان دول اوروبية امريكية غيرها بدأت تعمل بهذا المجال وتركز على مجال الاقتصاد الاسلامي وبالتالي توسع العمل في مجال المعاملات المالية الاسلامية وهذا استدعى ان يتم التركيز على التحكيم التجاري في المعاملات المالية الاسلامية كونها ليست من التخصصات التي لاقت اهتمام كبير فجاء الملتقى ليلقي الضوء ويصلت الضوء على مثل هذا المعنى بمعنى الاستراتيجيات والاليات التي تتم في تحكيم المعاملات المالية الاسلامية وغير الاسلامية كما تم طرحها في الملتقى ايضا التركيز على مجموعة الاشكالات القانونية والفقهية في مجال التحكيم والتحديات التي تواجه هذا المجال من التحكيم ايضا هذا هدف كان مهم اضافة الى تبادل الخبرات هذا هدف جدا مهم في مجال التحكيم التجاري على مستوى العالم رائع طب أستاذ أحمد طبعا خدمات كثيرة يقدمها طبعا مركز تحكيم أيضا وأيضا من خلال هذا الملتقى أردتم أيضا تقديم خدمات عالية الجودة لمجتمع الأعمال ولمستثمرين ولمتعاقدين مع جهات تجارية معينة حدثنا عن هذا الجانب لا سمحت طبعا نحن مركز شارق للتحكيم التجاري الدولي تركيزنا الأساسي هو التثقيف والتوعية القانونية نعم في مجال التحكيم التجاري بالذات لهذا الغرض نحن نبدأ دائما بالطلبة اللي هم ثمار المستقبل بالأخص طلبة الجامعة على أساس أن الرسخ فيهم الفكر القانوني فيه الخاص بالتحكيم التجاري الدولي لأنهم اللي بيطورون هذا الشيء في المستقبل وهم اللي بيكونون موجودين في ساحة العمل صحيح نحن كدولة الإمارات العربية المتحدة الحمد لله عندنا أمان قانوني قوي وعندنا ترسيخ تشريعي قوي ولكن دائما نحن لازم نحتاج أن نطور هذه العوامل خاصة في إمارة الشارقة إذا بنتكلم إمارة الشارقة اليوم عندها قاعدة استقطابية قوية للمستثمرين سواء العرب أو الأجانب أو أي أن كان عشان تي لازم يكون هناك يعني مقر أو جهة أو جهة رسمية تحتضن هذه النزاعات اللي ممكن أن تحصل في المستقبل مع أننا نحن ما نتمنى هالشيء ولكن دائما وارد دائما وارد هاي الأمور في التطور الاقتصادي وفي الاستثمارات اللي تستقطبها الإمارة نعم عشان شي نحن كمركز شارقة للتحكيم نلعب دور أساسي وليلدينا بصمة كبيرة في هاي الموضوع إلى جانب التكامل اللي موجود من بيننا ومن بين الجهات العدلية كالمحاكم الاتحادية في الإمارة رائع دكتور إبراهيم يعني كان هناك عدد من المتحدثين في الملتقى طبعا تناقشوا وتحاوروا عدة ورقات تحاملوا وعدد مواضيع مختلفة حدثنا عن المتحدثين وعن المواضيع التي طرحت في الملتقى طبعا نحن في مركز الشارقة الإسلامي لدراسات الاقتصاد والتمويل في جامعة الشارقة دائما نطمح إلى أن نستضيف شخصيات عالمية وخبراء دوليين لتغطية أهم الموضوعات المهمة وها مثلها الموضوع التحكيم التجاري الإسلامي اللجنة العلمية في الملتقى حددت تقريبا ستة محاور أساسية للملتقى المحور الأول يندرج تحت الأبعاد التطبيقية تم التحدث فيه عن دور المؤسسات الأكاديمية في تطوير المحكمين وفي هذا المحور تم استضافة مساعد مدير مركز واشنطن للتحكيم التي هي الأستاذة سوزان وأيضا الدكتور بيورن أب أيضا من الجامعة الأمريكية في واشنطن المحور آخر مهم جدا أيضا وهو تقنين المعاملات المالية الإسلامية مثل ما ذكرنا يعني أن معاملات الإسلامية توسعت فمحن محتاجين إلى وضع قوانين دقيقة في موضوع المعاملات المالية الإسلامية وحقيقة هذا هو مشروع مجلس الوزراء أن يكون هناك مشروع دولي وليس مشروع محلي بحيث تكون الإمارات دائما هي الأولى وتكون هي الأولى في إصدار مثل هذه التشريعات التي تعمل على حل كثير من النزاعات في موضوع المعاملات المالية الإسلامية وستضفنا فيها مستشار مركز دبيل لتطوير الاقتصاد الإسلامي الدكتور خالد الجناحي وتحدث عن المشروع بما أنهم جزء من المشاركين في هذا المشروع أيضا تم الحديث حول التجارب المتميزة في التحكيم التجاري وتم استضافة رئيس مركز كوالا لنبور للتحكيم الدولي الأستاذ دكتور سوندرا وهو أيضا طرح لنا أو عرض فكرة أو مشروع اللي هو المركز اللي هم يديرون الآن ودورة وما يتميز به كتجربة من التجارب والتحكيم التجاري للإسلام بالإضافة إلى مجموعة من المحاورة المهمة كالدور القضائي في التحكيم التجاري الإسلامي ومواصفات المحكم والإشكاليات لإشكاليات القانونية والفقهية في المعاملات المالية الإسلامية التي يتم من خلالها حل كثير من الغضايا والنزاعات بطريقة أفضل نحن نستحب سيد المشاهدين كرام السيد أحمد عندك تعقيب يا بدولي عندك إضافة نعم إضافة أساس أن نحن نبين لمجتمع الأعمال ولجمهوركم الفضيل عن العمل اللي حصل على هذا الملتقى طبعا في العام المنصرم تم إفاد وفود رسمية من مركز الشارق للتحكيم التجاري الدولي للتركيز على الدول الشرق آسيوية فتم السفر وأنا كنت من ضمن الوفد هذا رحنا إلى هونج كونج رحنا إلى ماليزيا كوالا لنبور رحنا إلى سنغافورة رحنا إلى ولايات المتحدة الأمريكية فتم التحاور في هذه الزيارات الرسمية على الاتفاقيات اللي وقعت وعلى الملتقى اللي نعمل فتم إفاد ودعوة هذه الأشخاص اللي كانوا موجودين في الملتقى لأجل أن ننقل الممارسات هذه اللي عندهم خبرة فيها ولي تطبيقها هني ولكن على انعكاسات اللي موجودة عندنا وعلى الخاصية اللي موجودة عندنا في الإمارة وفي الدولة بشكل خاص مثلا الجماعة اللي في ماليزيا اللي نحن دعيناهم عندهم باع طويل في الاقتصاد الإسلامي وبالمعاملات الإسلامية وتميزت ماليزيا في هذا الملف صراحة اللي هو ضخم جدا والآخرين اللي استقطبناهم من ولايات المتحدة الأمريكية من واشنغتن أيضا نقلونا التجربة التدريبية والعملية في جوانب التحكيم التجاري الدولي لذلك أهم شيء في هذه الملتقيات والفعاليات هو أن يكون فيه كوكبة متميزة يكون فيه شراكة مستقبلية وهذه الشراكة كلها بدت بشراكتنا مع جامعة الشارقة جامعة الشارقة صرح علمي وتدريسي ومستقبلي هام جدا في الإمارة وعلى المستوى الوطن العربي على ما أتصور كل هذه الشراكات هي اللي عملت النتيجة المتميزة في هذه الملتقة من دون الشراكات ما بيحصل أي شيء رح نتكلم نحن عن نتيجة المتميزة ومخرجات هذا الملتقة والتوصيات أيضا والاتفاقيات التي أبرمت من خلال هذا الملتقة لكن بعد أن أصطحب السادة المشاهدين كما سمحتم لي لمشاهدة التقرير عن الملتقى إلى التقرير مشاهدين من قلب الشارقة تمتد جسور التواصل مع العالم الخارجي لدفع عجلة التطور والبناء الحضاري في شتى المجالات من هذا المنطلق افتتح الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم فعاليات الملتقة الدولي الأول للتحكيم التجاري والإسلامي تحت رعاية الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة والذي نظمه مركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي بالتعاون مع جامعة الشارقة بمشاركة نخبة من الخبراء والمحكمين المحليين والدوليين في المجال التجاري والإسلامي لا يخفى على أحد أن التحكيم له دور كبير في حل القضايا خصوصا في العصر الحالي الذي يتسم بالسرعة غالبية الأطراف تلجأ إلى الاتفاق على التحكيم ضمانا للسرعة ويعني لرغبتهم في حل النزاة بطريق معين والقضايا يسمح بهذا الشيء وكذلك القوانين المحلية الملتقى ناقش أبرز التوجهات العالمية الحالية والمستقبلية للقطاع التجاري والإسلامي والتحديات المحيطة به ودور التحكيم في حل هذه القضايا والتشريعات المتبعة في هذا المجال اليوم دولة الإمارات تلعب دور رئيسي في منظومة الاقتصاد الإسلامي عالميا من خلال مشاريع متعددة تخدم جميع قطاعات الاقتصاد الإسلامي ومن أهم هذه القطاعات القطاع القانوني المدعوم بالمؤسسات التحكيم التجاري وبالتالي مثل هذه اللقاءات تدعم كثيرا منظومة الاقتصاد الإسلامي شهد الملتقى توقيع اتفاقيتين تعاون مشترك ما بين جامعة الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم التجاري الدولي مع كل من مركز كوالا لنبور الإقليمي للتحكيم ومركز التحكيم التجاري الدولي بالجامعة الأمريكية بواشنطن بحاور التي تناولها هذا المؤتمر الجديدة والمهمة والتي ستصدر فيها توصيات إن شاء الله نافعة ومؤسرة في تصويب ما يمكن تصويبه وتقديم الجديد فيما يجب تطبيقه في مجال معاملات المدال الإسلامية في الممارسة العملية وفي التحكيم التجاري والإسلامي بصفة عامة الملتقى الدولي للتحكيم التجاري والإسلامي هو جزء من أعمدة الرسالة التي تأسست من أجلها جامعة الشارقة قبل نحو عقدين من الزمن والذي يحتم عليها أن تعمل كل ما من شأنه أن يطور المجتمع وينميه حياكم الله من الجديد مشاهدين كرام مازلنا متواصل معكم ومازلنا تواصل مع ضيفينا هنا في الستيديو دكتور إبراهيم علي المنصوري والأساذ أحمد صالح العجل نناقش موضوع الملتقى الذي شهدناه الأول للتحكيم التجاري والإسلامي في الشارقة قبل الفاصل كان لدينا تقرير خاص بالملتقى ورأينا هناك اتفاقيات أبرمت مع جهات معينة سواء كان من طرف جامعة الشارقة ومن طرفكم أنتم كمركز حدثنا عن هذه الاتفاقيات وأهمها تم توقيع اتفاقيتين اتفاقية فيها ثلاث أطراف اللي هي جامعة الشارقة ومركز الشارقة للتحكيم وجامعة الأمريكية بواشنغتن والاتفاقية الأخرى كانت من بين مركز الشارقة للتحكيم ومركز كولولمبور للتحكيم نحن دائما لما نستقطب وندعي ناس في فعالياتنا ونبني شراكات معاهم تكون فرصة ذهبية أن نوقع معاهم على هامش الفعالية طبعا هاي الاتفاقيات اللي وقعت فيها جداول زمنية محددة فيها نقاط جوهرية مختصة في التحكيم من الجوانب التعليمية والجوانب التطبيقية الاتفاقية الأولى اللي وقعت بين ثلاث جهات بيكون فيها الجانب التعليمي الجانب الأكاديمي الجانب التدريبي الخاص بالتحكيم التجاري أما الاتفاقية الثانية اللي مع مركز كولولمبور الأقليمي للتحكيم سيكون فيها تعاون في الجوانب التنظيمية للمركزين دائما هاي الشراكات هي اللي تبني المستقبل هي اللي تتحدى التحديات اللي موجودة حوالينا هي اللي تبني وتطور الأساس اللي نحن بنيناه من البداية صحيح نحن الحمد لله وقعنا هاي الاتفاقيات وطبعا أنتوا بتشوفون نتائجها فهذا البرنامج إن شاء الله في المستقبل العاجل وبيكون إن شاء الله في العام القادم كل التوفيق إن شاء الله دكتور إبراهيم الجهة المنظمة لهذا الملتقى نريد أن نتحدث عنها إذا سمحت طيب مركز الشارقة للإسلام لدراسات الاقتصاد والتمويل بجامعة الشارقة هي من المراكز التي كانت فكرة صحب السمو فكرة استراتيجية جميلة للتركيز على موضوع الاقتصاد الإسلامي ومن المعلوم أن بعد 2009 بدأت العالم كله تهافت حول الاقتصاد الإسلامي صحيح لأنه اعتبروه هو نظام يعني منقذ لكثير من الأزمات وتعرفين أن الاقتصاد الإسلامي يعتمد اعتماد كله على الاقتصاد الحقيقي وليس الرمزي كما هو موجود العالم وتعرفين سبب الأزمة اللي هو الرهن العقاري وتم الاعتماد فيها على مجموعة من الصكوك الوهمية وتباع رهن واحد يباع لألف وألفين شخص فأي كلها كان اقتصاد رمزي أثر على العالم فجاء الاقتصاد الإسلامي ليثبت أنه اقتصاد حقيقي يساعد على تنمية الدول ويساعد على حمايتها من أي أزمة فهذا المركز له استراتيجية واسعة منها التعاون مع مؤسسات ومراكز أخرى لديها ارتباط في مجال الاقتصاد الإسلامي فمركز تحكيم في الشارقة مركز الشارقة للتحكيم الدولي أيضا لهم ارتباط معنا من حيث التحكيم الإسلامي فاتفقنا حقيقة معهم أن يكون هناك ملتقى يطرح موضوع التحكيم التجاري الإسلامي بما أنهم مركز متخصص بما أننا مركز متخصص في الاقتصاد الإسلامي ومركز بحوث ودراسات في هذا المجال في جامعة الشارقة هذا الصرحة العلمية الكبيرة لكي نقوم بإبراز هذا المجال وتوضيح كثير من الخبرات والمؤسسات من خلال هذا الملتقى فكان الملتقى هو نوع من اتحاد قوي ما بين مركز التحكيم وما بين مركز الشارقة الإسلامية ودراسات الاقتصاد التمويل في جامعة الشارقة روعة نحن نريد أن نختم اللقاء بالنتائج والتوصيات التي استخلصتموها من هكذا ملتقى طبعا هناك نتائج كثيرة وتوصيات منها أن نبني قاعدة موحدة من بيننا ومن بين الشركاء الموجودين مختصة في التحكيم التجاري والإسلامي طبعا نحن تركيزنا هو الأساسي في الاقتصاد الإسلامي والتحكيم الإسلامي بالذات لأن في دول تقدمت في هذه الدراسات وأيضا نحن نمشي بالموازاة معهم التوصيات التي حصلت يمكن الدكتور إبراهيم يفيدني فيها أكثر كانت مستخلصة على عدة جوانب هناك منها الجوانب التطبيقية والجوانب الأكاديمية طبعا نتائجها ترونها في العام القادم لا ترونها حاليا لأنها تكون أشياء ملموسة وأشياء مرئية ليس فقط أشياء حوارية فالدكتورة توقع هو الذي يعطينا على أجالة دكتورة على أجالة مكلوات لكن هي أبرز التوصيات الاستفادة من التجارب الدولية في مجال التحكيم التجاري الإسلامي التركيز على مشروع تقنين المعاملات المالية الإسلامية هي تساعد على أن يكون التحكيم التجاري الإسلامي أكثر دقة وأكثر وضوح إلا كثير من التوصيات لماذا هي غير مقننة؟ لا يوجد قانون في المعاملات المالية الإسلامية إلا مجلة الأحكام العدلية في الأيام الخلافة الأثمالية نعم أما كقانون الآن وتوجد معايير شرعية لدى المؤسسات مثلا أيوفي وهي هي هيئة المحاسم مراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية لديها معايير للمنتجات أو المعاملات المالية الإسلامية لكن كتقنين يعني قوانين دقيقة وواضحة لذلك هذا المشروع ذكرت لك قبل قرية مجلس الوزراء يعمل عليه بحيث أن يكون هناك قانون دولي يركز على وجود مجموعة مواد في المعاملات المالية الإسلامية بحيث تعتمدها مجموعة من الدول فتقل النزاعات ويقل كثير من الموح ومصدرها الشريعة طبعا هو شريعة مع القانون لحنا لا ننفصل الشريعة لا ننفصل على القانون متكاملين نحن ولكن عندما يكون هناك هناك مساءل فقهية كثيرة لكن تعرفين كثير من مساءل فيها خلافة اختلاف بين المذاهب وغيرها لكن مع وجود يعني مجموعة مواد تقنن هذه المعاملات وبالتالي تسهل عملية حتى التحكيم نفسها نعم إذن دكتور إبراهيم علي المنصوري أنا بالأكاديمي لمساعد مدير الجامعة شؤون الفروع رئيس اللجنة النظمية للملتقى والأستاذ أحمد صالح لعجلة مدير مركز شارقة للتحكيم شكرا جزيلا لكم على الحضور الله يوفقكم شكرا جزيلا لكم